موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد مازال هذا التقس المتقلب وغير مستقرهم نقدر نقوله معظم المناطق الشمالية بالأخص خاصة الشرق البلاد وأيضا الولايات الوسطى ببعض الرعود المنعزلة تبقى تنشط على خاصة جنوب شرق البلاد خاصة مرتفعة على الأوراس بينما الولايات الوسطى عبر بعد السحفة بعد الأحيان الكاتيفة والغرب البلاد والجنوب الكبير عموما الحلش باديم عصبح نشوفوا الوضعية الجوية كيف يشرح تكون خلال الظاهرة وبداية الليل نقدر نقوله الناشط الرعدي يبقى دائما خاصة أن يهم كل ولايات الشرقية عبلدنا من جبال الأوراسي للسواحل الأبيض المتوسط كذلك احتمال بعد الأمطار عادية تهم ولايات تيزيوزو ولايات بومرداس البويرة كذلك وأيضا المدية والبليدة والجزائر العاصمة بينما غرب البلاد والجنوب الكبير عموما السماسافيا بيستثناء الصعوب كثيفة تكون على الحدود مع النيجر والمالي وكذلك وقت الرياح المعتدلية القوية للسحر الوسطى تؤدي لتطيور رمال فونت سابل ويكون ضعيفة تماما دوكن جزول لدرجة الحرارة ننتظرها الصباح حتى هاد الأربعاء تكون ما بين 15 في الشرق البلاد كما تعرف عن نابس كيكدا إلى 14 من جيج البجاية الجزائر العاصمة بازا بومرداش 16 في منطقة مستخان 17 في بني صف وهرن وأيضا مرسط من مهيدي 26 بيتين دوف 25 درجة على كل مدن تاع السحر الوسطى خاصة عرق الشاش منطقة الهوغر وتسلي 23 شمر السحر الواحات ومنطقة صورة 18 إلى 19 درجة أما الهضة بالعليا إن شاء الله هنا تظهر حوالي حتى 13 درجة هذه معصبحة خلال الظاهرة إن شاء الله الحرارة ترتفع خاصة على غرب البلاد سيدي بالعباس لمسان مشرية حوالي 26 درجة وهرن 23 العاصمة بازا بومرداش 21 كذلك بجاية منطقة البليدة 23 هي البوراتيز وزوعين الدفلاتي سمسيلت التيارة 18 والجلفة وسطيف باتنا بريكا وخنشلا حتى القندرة 25 في غردي 33 في عين صالح 34 في عدرة رجن وأولف غرج بلاد حاسيمونية فورلوتفي وبن عباس وتاب البالا الجنوب الغربي 35 درجة كذلك 35 إلى 36 على الهوغر والتاصيدي ونختمها بعين أزواء عين قزام وين الحرارة تقارب بالربعة وربعين درجة مئوية إن شاء الله فيما يخص الملحة والسيد البحري البحاري بقدمة شباب لأنها ريح طعيفة حشرة 15 كيلومات الساحة فقط لتجاه تارية شرقية بعد الأحيان لتجاهة مختلفة الرؤية على شرق البلد ما بين زوج إلى ربعة أميال بحرية على الوسط ما بين 3 إلى 4 أميال بحرية وعلى الغرب ما بين 4 إلى 8 أميال بحرية فيما يخص الرؤية هذا كالعادة نختم هذه النشرات الجوية دائماً بمعلومات الفلكية الشرق وغروب السمشي الغروب يكون إن شاء الله 8 بالضبط وهدع العاصمة وضواحها أربي دوم قصتكم دائماً مع برامجة شرق